انقسمت أوروبا على نفسها تجاه أزمة اللاجئين ففيما خرجت تظاهرات في برلين ولندن ومدن أوروبية أخرى تعبيرا على ترحبهم باستقبال اللاجئين ومساعدتهم إنسانيا أعلنت بلدان أخرى مثل بولندا وجمهورية الشيك واسلوفاكيا عن مظاهرات منوئة لاستقبال هؤلاء اللاجئين شهدت مدن أوروبية كلندن وبرلين ومدريد والعديد من المدن الأخرى مسيرات مؤيدة لاستقبال اللاجئين يأتي هذا بالتزامن مع علان الأمم المتحدة أن حوالي 7600 مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين وصلوا إلى مقدونيا من اليونان خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة في المقابل خرجت مظاهرات مناوئة لاستقبال اللاجئين في مدن أوروبية أخرى وأعلنت خمس دول في شرق أوروبا هي هنغرية واسلوفاكيا واليتشيك وبولندا إضافة إلى الدنمارك رفضها خطة أقرها البرلمان الأوروبية بشأن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد وطالبوا بأن تراقب كل دولتنا المجموعة التي تستطيع قبولها من اللاجئين على صعيد متصل أعرب رئيس الوزراء الهنغري فيكتور أوربان عن تأييده لخطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مقابل بقاء اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا كالأردن ولبنان وتركيا واعتبر أوربان أن اللاجئين لا يأتون إلى أوروبا بحثا عن الأمن بل عن حياة أفضل من حياة المخيم وسارع عشرات المهاجرين واللاجئين للركوب على متن قطارات متجهة إلى ألمانيا والنمسا قبل أن تدخل قوانين هجرة صارمة جديدة حيز التنفيذ في المجر وأغلقت السلطات النمساوية طريقا قرب الحدود مع هنغريا بسبب التضفق المهاجرين الذين يتوجهون سيرا على الأقدام باتجاه العاصمة فيينا يأتي هذا فيما اعتبر وزير الخارجي الألماني فرانك فالتر اشتاين ماير أن أزمة اللجوء قد تكون أكبر تحضن لدول الاتحاد الأوروبي في تاريخه وذكر الوزير أن ألمانيا تتوقع خلال اليومين القادمين وصول حوالي أربعين ألف لاجئ قادمين من البلدان المجاورة من جانبه أكد وزير المالي الألماني أن قدرات البلاد لن تكفي لاستعاب العدد المتزايد من اللاجئين القادمين إلى ألمانيا على صعيد آخر تتعرض الولايات المتحدة لانتقادات دولية من جانب جماعات حقوق الإنسان لتقديم مزيد من المساعدة من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين